أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة والأخيرة من مقرر تقنية التصوير الطبي المحاضرة السادسة تكون عبارة عن جزء واحد ونكلم فيها على الاتجاهات المستقبلية في التصوير الطبي هنكلف المحاضرة دي على الاتجاهات العامة اللي بيتحرك فيها تطوير التقنية التصوير الطبي زي مثلا زيادة دقة التصوير زيادة سرعة التصوير تصغير أجهزة التصوير طرق لعرض ثلاثية الأبعاد التشخيص بمساعدة الحاسوب تقليد التأثيرات الحيوية الضارة لتصوير طبي التصوير والعلاج معا أنواع جديدة من مواد التباين والتصوير الطبي في توجيه هندسة الأنسجة عندما نتكلم على زيادة دقة التصوير طبعا لازم نفتكر أن نحن يبتدينا من صور الدقة بتاعتها محدودة جدا زي ما احنا شايفين هنا كده دي أول صور تم الحصول عليها بالنسبة للتقنية الأشعة المقطعية والحقيقة دي تعتبر حتى بالنسبة لصور الأولية بتاعت الموجات فوق الصوتية أحسن بكتير حقيقة في الجودة ولكن طبعا لما نقارنها بالجودة بتاعت التقنيات الحالية اللي احنا شايفين هنا دلوقتي كده قدامنا طبعا فيه فارق كبير جدا وطبعا حصل تطوير كبير جدا من ساعة لما ابتدى استعمال التقنيات التصوير الطبي طبعا احنا ممكن دلوقتي كمان نشوف بعض التقنيات اللي هي الدقة بتاعتها عالية جدا 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 ممكن ان احنا نصور بيها العصاب اللي موجودة داخل المخ ونقدر حتى نشوف الواصلات العصبية اللي موجودة داخل المخ بالتقنيات الحديثة دي فاحنا عندنا نقدر نقول ان احنا كان عندنا تحسن مضطرد في دقة التصوير الطبي في كل أنواعه ووصلنا حاليا لدقة قريبة جدا من المايكروسكوب في بعض الطرق يعني ممكن ان احنا نطلع صور من التصوير الطبي ونقارنها بالمايكروسكوب ونلاقي ان الجودة بتاعت الصور التصوير الطبي مقاربة جدا لصور المايكروسكوب نتكلم بقى دلوقتي في المستقبل هل سيكون من الممكن تصوير الجنوم يعني نبتدي بقى بدلا ما بنكلم على مستوى الخلايا نحنا نشوف الخلايا هل هنقدر نخش داخل الخلايا ونقدر نحنا نبص على ما في داخل النواة في الخلية ونقدر نشوف الجنوم بتاع الخلية دي حاجة من الحاجات اللي ممكن نتوقع نها في المستقبل هيكون لها اهتمام كبير حقيقة في طرق التصوير الطبي من الحاجات المهمة جدا برضو هي زيادة سرعة التصوير طبعا دي لقى اهمية كبيرة اول حاجة عشان زيادة راحة المريض عشان نقلل من زمن بتاع الفحص وتقليل زمن وجود المريض ده في غرفة الاشعة وفي نفس الوقت بنزود بيها كفاءة اجهزة التصوير وانتاجياتها في الزمن الحقيقي بدقة عالية يعني احنا نقدر نقول مثلا احنا لو عندنا جهاز بنصور فيه نفس الصورة في نص الوقت يبقى معنى كده استعماله فيه المستشفى ممكن هو يعني نستعمله فيه عدد اكبر من المرضى فبالتالي يبقى الانتاجيات بتاعته اعلى بكتير جدا من التقنيات القديمة فطبعا بيبقى فيه بعض التقنيات الحديثة لزي تقنيات التصوير المتوازي والرقمي وتقليل العينات طبعا دي كلها بتعتمد على ان احنا مدى ما بنحاول ان احنا نحصل على البيانات بطريقة متسلسلة بيبقى فيه عندنا يعني كذا طريقة او كذا يعني حساس ممكن هو يسمح لنا ان احنا نحصل على البيانات في وقت اقل وفي نفس الوقت كل ما استعملنا التقنيات الرقمية كل ما قدرنا ان احنا نحصل على جودة اعلى في وقت اقل وفي نفس الوقت برضو فيه بعض التقنيات الحديثة زي الاحساس المضغوط بيسمح لنا ان احنا نقدر نقلل العينات بتاعت الصورة بحيث ان احنا نقدر نكون الصورة في وقت اقل طبعا دي الحاجات اللي احنا وصلناها حاليا في التصوير الطبي دي صور بتاعت القلب فيه يعني منتخذها بالرنين المغناطيسي وده عبارة عن صورة ثورتية الابعاد للقلب نفسه وهنا ها بممكن نبص عليه برضو ان احنا ممكن نشوف في الزمن الحقيقي التصوير الوظيفي بتاع المخ لما بيبقى قدامه بعض المؤثرات البصرية بينلاقي ان هو حسب المؤثر البصري ممكن يتغير مكان الاستجابة اللي موجودة داخل المخ طبعا احنا هدفنا في الاخر ان احنا نحصل على صور تبقى سريعة جدا ونقدر نشوفها في الزمن الحقيقي وفي الوقت نفس الجودة بتاعتها تبقى عالية طبعا احنا في الوقت الحالي نقدر نحصل على بعض الصور في الزمن الحقيقي بس الجودة بتاعتها مايش بنفس الجودة بتاعت الصور اللي بتاخد وقت اطول فإحنا في المستقبل نتوقع إن إحنا عندنا سرعة التصوير زي ما هي زادت بطريقة مضطاردة برضو زي دقة التصوير هنلاقي إن هي برضو جودة بتاعت التصوير هنلاقي إنها بتعلى مع السرعة في نفس الوقت من الاتجاهات الهامة جدا برضو في تطوير أجلس تصوير طبي هو تصغير أجلس التصوير الطبي وفي الوقت نفسه نحتفظ بنفس القدرات بتاعتها فمعنا كده نحاول نخلي أجلس تصوير بيقل حجمها ووزنها عشان يسهل التنقل بيها طبعا إحنا ممكن كنا نشوف في أفلام الخيال العلمي بعض الأجهزة الصغيرة اللي بيشك ده كده اللي إحنا ممكن إن إحنا مثلا زي ما إحنا شايفينه كده الطبيب يعني مجرب بس إن هو قربها من المريض يقدر ياخد صورة لكامل الجسم ويقدر يبين له بالضبط إيه المشكلة اللي موجودة داخل الجسم إحنا ابتدئنا نشوف الحاجات اللي شبه الأجهزة الصغيرة دي الحقيقة بعد الكلام ده ما ظهر بفترة في الأجهزة بتاعت الموجات في الصوتية اللي إحنا شفناها يعني فيها عندنا أجهزة محمولة فعلا ممكن إن إحنا يعني وقارننا الشكل ده بالشكل ده الاتنين قريبين جدا من بعض الحقيقة ولكن هل ممكن إن إحنا بقى نشوف أجهزة رانيمة ناطيسي محمولة هل ممكن نشوف أجهزة أشعة مقطعية محمولة هل ممكن إن إحنا كل الأجهزة الكبيرة اللي إحنا كنا بنتكلم عليها في التصوير الطبي ممكن إنها في الآخر تصل إن هي تبقى كلها مع بعض في نفس الجهاز ونقدر نقارن الصور بتاعتها على نفس الجهاز المحمول طبعا يعني دي كلها تعتبر يعني تحقيقات لأحلام الخيال العلمي اللي في المجال دوت فهنشوف في المستبل هل فعلا هنقدر نوصل لحاجة بالشكل ده كده زي ما ظهرت في أفلام الخيال العلمي ولا هنكتفي بس بالتقنيات اللي وصلنا لها حتى الآن اللي هي بالموجات فوق الصوتية وبس من حاجات برضو اللي لها أهمية كبيرة الحقيقة إن إحنا هنطور طرق عرض ثلاثية الأبعاد طبعا فيه فرق جبير جدا إن أنا أطلع الشكل الحجمي بتاع النموذج الحجمي بتاع التصوير الطبي على شاشة ثنائية الأبعاد وفيه فرق إن أنا أعرضها على حاجة تبقى فعلا ثلاثية الأبعاد ثلاثية الأبعاد معناها إن أنا لما بتحرك في الاتجاهات المختلفة حوالين الجهاز العرض ثلاثية الأبعاد دوت أكني بشوف حاجة حقيقية قدامي فطبعا لو إحنا بنتكلم على الطبيب بيبص على حاجة يعني من الحاجات التشريحية اللي موجودة داخل المريض طبعا ممكن تفرق معه كتير جدا إن هو يكون شايف الحاجة دي كنموذج حجمي وليس مجرد بس شكل كده على الشاشة هو بيقدر إن هو يحركه ويقدر يبص عليه من زوايا مختلفة فالحقيقة يبتدى يبقى فيه بعض التقنيات اللي هي بتقدر تعرض لنا فعلا حاجات ثلاثية الأبعاد بالشكل ده كده وفيه منها بعض التقنيات الحقيقة ابتدى يدخل فيه بعض التطبيقات الطبية زي مثلا الإلاج الإشعاعي مثلا الأطباء يقدروا يستغلوا النماذج الحجمية دي علشان يقدروا يحددوا يحطوا فين بالضبط النظائر المشاعة علشان تقدر أن يتعالج الأورام اللي موجودة مثلا في مكان معين فابتدى يبقى فيه بعض البدايات بتاعة الطرق لعرض ثلاثية الأبعاد الحقيقة ولكن لسه الحقيقة هي في طور التطوير ولسه ما وصلتش للجودة الكافية اللي نحن نقدر نقول عليها أنها بقت منتشرة ونقدر نستعملها في باقي التطبيقات الطبية وتطبيقات التصوير الطبي فالحقيقة واحدة من الحاجات المهمة جدا هي فعلا طرق العرض عموما وطرق العرض ثلاثية الأبعاد بالأخص لأنها فعلا ممكن أنها تعمل طفرة الحقيقة في تشخيص الطبي بتقنيات تصوير الطبي أحد المشاكل الحديثة اللي بتاعت تظهر في تقنيات تصوير الطبي هي أن إحنا بقى عندنا تقنيات حجمية كتيرة جدا بقت موجودة وبقى عندنا كم ضخم جدا من الصور نتيجة لتطور التصوير الحجمي ونتيجة لدقة الصور مشكلة الحالية أن لا يوجد العدد الكافي من أطباء الأشعة لفحص هذا الكم من الصور والسؤال هو هل سيمكن رفع كفاءة التشخيص بالحاسوب للاعتماد عليها دون طبيب فابتدى الحقيقة بدل ما كان عندنا الطبيب بيقعد قدام الشاشات بتاعت التصوير الطبي يبص على الصور بشكل ده كده بقى فيه عندنا أجهزة خاصة للتشخيص بمساعدة الحاسوب وتشخيص بمساعدة الحاسوب الحقيقة حتى الآن هو لا يعتمد عليه وحده لتشخيص والحقيقة اللي بيحصل فيه هو بيعرض الطبيب بعض الأماكن اللي هو شاكك فيها اللي بيبقى فيها بعض التغيرات اللي شكلها ممكن تكون مرضية زي ما احنا شايفين هنا كده مثلا وممكن يعرض الطبيب بعض الحالات السابقة وممكن يعرض الطبيب مثلا أماكن اللي هي شكلها يعني ممكن يبقى فيه مشكلة ويكبرها بحيث الطبيب يقدر يشوفها بشكل أوضح ويعني بالتالي بيوفر على الطبيب أن هو يعمل مسح للصورة كلها علشان يقدر يوصل للأماكن دي فطبعا هي حاليا بتساعد الطبيب أو ممكن نعتبرها أن هي أكنها طبيب ثاني يعني بدل ما يبقى فيها عندنا كل صورة بيفحصها طبيب واحد بيفحصها طبيبين وأحد الطبيبين دول بنعتمد على الحاسوب أن هو يقوم مقامه يعني فهل إحنا ممكن نرفع كفاءة التشخيص بالحاسوب علشان نقدر نعتمد عليها الحقيقة ده هيبقى ضرورة في المستقبل القريب نتيجة لأن عدد الصور الكبير اللي الناس تحصل عليه دلوقتي بقى فعلا لا يمكن أن الأطباء البشريين يقدروا أن هم يفحصوا بشكل كافي فالأخطاء ممكن البشرية ممكن تبقى كبيرة الحقيقة فالحقيقة في وقت ملاقوقات هنلاقي أن كفاءة الحاسوب هتبقى أعلى من كفاءة الطبيب البشري وخاصة في يعني في الحجم الكبير أو الكم الكبير من الصور اللي لازم يتم تشخيصه كل يوم من الحاجات الأساسية برضو اللي لازم المستقبل بتاع تصوير الطبي يعتني بيها هو تقليل تأثيرات الحيوية الضارة للتصوير الطبي لو احنا خدنا مثال على كده ممكن ناخد مثال مثلا جرة الإشعة في الأشعة المقطعية احنا شوفنا أن جرة الإشعة في الأشعة المقطعية ممكن تبقى حوالي 500 مرة قد جرة الإشعة مثلا في الأشعة الصدرية فيعني طبعا رقم كبير جدا فلازم نحنا نلاقي تقنيات علشان تقليلنا جرة الإشعة دي فالحقيقة يعني طبعا يعني التطوير اللي حصل فيه التصوير الطبي عموما من الستاندرد كاسات اللي هو الطريقة التقليدية بتاع التصوير المعتمدة على فيلم والفيلم ده بيتحط في كاسات والكاسات ده هو ده اللي بيتصور به كنا بيحتاج مثلا 100% من جرة الإشعة تبقى موجودة لو احنا نقلنا أجهز الإشعة بتاعتنا أو أجهز الإشعة بتاعتنا لأنها تكون تقنيات رقمية بنقال الحقيقة حوالي 62% من الجرة الإشعة يعني معنا كده بدلا ما كان عندي 100% ممكن يبقى عندي مثلا حاجة زي مثلا 38% وده طبعا فرق كبير جدا لو احنا ابتدين بقى نبص على التقنيات اللي أعلى مثلا يعني بنتكلم بقى على بعض التقنيات الخاصة مثلا اللي بتاعت ناس تطورها دي طبعا التقنيات بتبقى كل الشركة بتحاول تعملها وبتحاول أن هي تسوى المنتج بتاعها بالفايدة اللي بتعملها بنسبة للعيان وبنسبة لتقليل جرة الإشعة ففي بعض التقنيات مثلا في الفلوروسكوبي مثلا ممكن لو استعملنا بتقنيات رقمية ممكن يقلل أكتر من 90% من جرة الإشعة وبرضو نفس الكلام برضو لو احنا عملنا فلوروسكوبي برضو اللي هو تصوير المستمر بالنسبة للأطفال ممكن نوصل بيه في الحقيقة أن هو يبقى 98% أقل من الجرعة الأصلية معنا كده جرعة الإشعة المطلوبة هنا ممكن تبقى 2% من الجرعة الأصلية اللي كنا هنستعملها لو احنا بنستعمل فيلم وكاسة والطريقة اللي هي التقليدية الأديمة بتاعة الحصول على الصورة فالحقيقة دي واحدة من التقنيات اللي هي المهمة جدا علشان فعلا دي حاجة مهمة جدا نحن لازم يعني نعتني بيه نحن نقلل جرة الإشعة وخاصة في الأشعة المقطعية بعض التقنيات الأخرى بتلاحظ مثلا نحنا عندنا في الجسم البشري هنلاقي إن السمك بتاع الجسم البشري نفسه في أماكن مختلفة بيختلف يعني هنا مثلا عند الرقبة هنلاقي إن السمك قليل هنلاقي عند الصدر بيبقى السمك كبير هنلاقي عند مثلا جزء اللي هو الأول البطن كده بيبقى أقل شوية وهكذا فممكن الناس عملت تقنيات بحيث إن حسب المكان اللي في الجسم اللي هو بيتصور يعني لو أشعة المقطعية بتصور جسم من أول غا تأخره بيبقى عندنا لكل واحدة من الأماكن المختلفة بنقدر نحط طاقة مختلفة أو كمية إشعة مختلفة كل واحدة من الأرقام المكتوبة دي بتتناسب مع كمية الأشعة أو جرعة الأشعة اللي بتعرض ديها المريض فبالتالي إحنا ممكن نعرض هنا في الجزء ده يعني جسم الحاجة قليلة لكمية قليلة من الإشعاع هنا كمية أكتر شوية عشان طبعا السمكة أكتر شوية عشان نقدر نخلي الإشعاع يعني يمر من خلال المريض من غير ما ما يبقى فيه أي مشكلة وهنا تبقى أقل شوية وهنا تبقى أقل كمان فبالتالي نقدر إن إحنا بدلا ما بند جرعة الإشعاع الكاملة في جميع أجزاء الجسم لأ إحنا بنقل جرعة الإشعاع في الأماكن اللي هي سمكها قليل وبالتالي جرعة الإشعاع كلية بالنسبة للمريض بتبقى أقل فدي بعض الحاجات اللي هي الناس بتحاول نهاية تعملها عشان تقلل جرعة الإشعاع في الأشعاع المقطعية طبعا إحنا بنكلم هنا على الأشعاع المقطعية كمثال وطبعا التأثيرات الحيوية موجودة في كل أنواع التصوير الطبي فطبعا بالمثل كده ممكن نتصور إن إحنا فيه عندنا نشاط علمي وفني وتطوير للأجهزة بحيث إنها برضو تقلل تأثيرات بأشكال مختلفة بقى فيه أنواع التصوير الطبي الأخر واحدة من الحاجات برضو اللي بتدت تبقى لها أهمية كبيرة حقيقة يبقى فيها عندنا التصوير الطبي والإلاج معا بنفس الجهاز الحقيقة الاتجاه ده بدأ من الموجات فوق الصوتية بقى عندنا دوقتي نفس الجهاز هو هو بنفس المجاس بتاع الموجات فوق الصوتية بيقدر بيه إن هو يصور المكان اللي هو فيه الورم وفي لوقت نفسه لما بيتعرف على الورم يقدر إن هو يصوب عليه موجات فوق صوتية بتركيز عالي جدا بحيث إن هو يرفع درجة حرارة المكان اللي فيه الورم وبالتالي بيقضي على الورم باستعمال نفس المجاس بتاع التصوير ده الحقيقة تطوير كبير جدا وطبعا من التطبيقات بتاعته المهمة جدا اللي هو علاج البروستاتا وده حاجة من الحاجات اللي فعلا بتبقى صعبة جدا علاج بتاعها علاج الإشعائي بتاع الحقيقة له أعراض جانبية في منطقة الخطورة فطبعا لما إحنا بيستعمل جهاز تصوير يقدر يحدد المكان بدقة بتاع الورم اللي موجود في البروستاتا وفي نفس الوقت يقدر إن هو يصوب عليه الموجات فوق صوتية دي بتركيز عالي بحيث إن هو يقضي على الورم دوت ده بيبقى فعلا بنقلل كتير جدا من الأعراض الجانبية اللي هي مصاحبة للعلاج الإشعائي لأورام البروستاتا طبعا ممكن إحنا نلاقي أجهزة تانية برضو يبقى فيها نفس الحاجة يعني في عندنا هنا بقى مثلا جهاز رانين مغناطيسي ويبقى فيه برضو هو نفسه يعني نوع من أنواع العلاج بالموجات فوق الصوتية بنفس الطريقة هنا بدلا بنصور بالموجات فوق الصوتية هنا بنصور بالرانين المغناطيسي ونقدر أن احنا برضو بنفس المكان اللي احنا نقدر نحدده داخل الصور بتاع الرانين المغناطيسي نقدر نخلي الموجات فوق الصوتية يعني تأثر عليه بتركيز عالي بحيث إنه هي تقضي عليه باستعمال تقنيات الرفع درجة الحرارة من الحاجات برضو المهمة جدا أن احنا نبتكر أنواع جديدة من مواد التباين المواد التباين حقيقة هي اللي بتظهر لنا حاجات مختلفة داخل الجسم يعني مثلا لما كنا بنكلم على التصوير بالبوزيترون المقطعي كنا بنحق بعض المواد اللي هي بتوصل لأماكن معينة في الجسم وحسب الوظيفة بتاعتها وطريقة الأداء بتاعت الوظيفة دي بتمتصب نسب مختلفة بتالت الوقت يبقى فيها عندنا مجموعة كبيرة من المواد التباين اللي ممكن نستعملها مبنية على التقنيات النانو اللي هي النانو تيكنولوجي ومع ربطها بجزيئات لها وظيفة في الجسم يعني الجزيئات اللي احنا نكلم عليها دي بترتبط بجزيئات ممكن هي بقى لها وظيفة في الجسم ففي التالي ممكن هي تباين لنا الوظيفة دي إذا كان بتؤدى بشكل سليم ولا لا فدي بتدينا حقيقة قدرة على تمييز ما يراد تصويره بخصوصية عالية جدا طبعا فيه أنواع مختلفة جدا من التقنيات دي ممكن احنا نبتين نستعملها كلها الحقيقة فطور التطوير دلوقتي منها مثلا بنتكلم على حاجة اسمها الأنابيب الكربون الصغيرة اللي هي متناهية الصغر دي بتستعمل حقيقة في بعض التقنيات التصوير اللي بنسميها الفوتو أكوستيك إيماجين اللي هي التصوير الضوئي الصوتي ودي الحقيقة واحدة من التقنيات اللي بتاعتبها برضو لها أهمية كبيرة نظرا للخصوصية بتاعتها في بعض التطبيقات في بعض الحاجات ممكن نستعمل فيها مثلا مواد فيها بعض جزائيات الحديد مثلا ودي بتفرق معنا الحقيقة في صور الرئيين المغناطيسي ممكن تبنينها بشكل واضح جدا بعض الحاجات بيقى فيها برضو يعني شكل كده معين أو تركيب معين من بعض المعادن اللي لها برضو تطبيقات خاصة في مثلا الرئيين المغناطيسي برضو ببنينها بشكل واضح الحقيقة فالحقيقة فيها عندنا مجموعات كبيرة من المواد التباين الجديدة في المجال الطبية عموما هو تطبيق هندسة الأنسجة هندسة الأنسجة الحقيقة بيبقى فيه الأنسجة البشرية بتنمى خارج الجسم لغاية لما توصل لمرحلة نطج معينة وبعد كده تزرع داخل الجسم عشان تتعود نقص عضو معين أو نقص نسيج معين داخل الجسم فالحقيقة فيه طرق كتيرة بتاعة تبقى موجودة دلوقتي يبقى فيها الهندسة الأنسجة اللي نكلم عليها دي موجهة بتصوير طبي موجهة بتصوير طبي هنلاقي فيه كذا نوع من أنواع التوجيه ده أول نوع أن احنا ممكن نجرب الخيارات المختلفة لزرع الأنسجة ده في نماذج حاسوبية قبل اتخاذ القرار يعني احنا نقدر نصور صور طبية نعمل منها نموذج للمكان اللي احنا عايزين نزرع فيه نسيج وبعد كده بعد النمذجة دي نجرب بقى التجارب اللي احنا عايزين نجربها عشان نتأكد أن الطريقة الزرع دي هأنسب طريقة وبعد كده ناخد النتيجة اللي تظهر لنا من النمذجة دي اللي هي بتبقى أساسا على الحاسوب ونزرع بيها الأنسجة بالطريقة المثلة داخل الجسم أحد الطرق الأخرى برضو في توجيه الهندسة الأنسجة هي تصميم إطار النسيج بحيث يأخذ الشكل المميز للنسيج الأصلي احنا زي ما قلنا هندسة الأنسجة بنقدر فيها ننمي بعض الأنسجة البشرية ده يعني خارج الجسم وبعد كده نزرعها داخل الجسم فلو احنا مثلا نتخيل ان احنا عايزين نزرع جزء من عضمة معينة داخل الجسم طبعا العضمة اللي داخل الجسم دي بتختلف باختلاف الشخص اللي هتتزرع له العضمة دي او مثلا الغدروف ده فبالتالي برضو احنا عايزين ناخد الشكل المميز للنسيج الأصلي ونزرع زيه بالضبط او نكون اطار ونزرع الخلايا فيه بحيث انها في الاخر توصل انها تبقى بنفس الشكل بتاع النسيج الأصلي فهنا الحقيقة في التطبيق ده بيبقى عندنا التصوير الطبي بتعامل الأول ومنه نصمم الاطار اللي بننمي فيه الخلايا وان يعني هو ده الشكل الاساسي بتاع النسيج اللي احنا بننميه بعد كده بعد ما تندج ممكن بعد كده نزرعها داخل الجسم ممكن برضو هندسة الانسيجة توجه بالتصوير الطبي في عملية المتابعة يعني بمعنى ان احنا زي ما كنا بنتابع قبل كده في تطبيقات اخرى ممكن احنا نتابع برضو هنا متابعة عملية لزرع النسيج الحاوي ونموه وتلاحمه على الانسيجة حوله يعني نقدر نحنا بعد ما زرعنا النسيج نفسه ممكن نشوف اذا كان هو فعلا يبتدى بيعمله بشكل سليم ولا لا وهل تلاحم مع الانسيجة اللي حوله ولا لا ولا لسه فيه فاصل ولا لسه فيه بعض الرفض مثلا من الجسم للنسيج الجديد ده ممكن حاجات دي كلها تتعامل بالتصوير الطبي فهنا بنعمل هندسة الانسيجة في الاول يعني بيزرع النسيج وبعد كده بيتم من تصوير بعد كده في اوقات متفوتة علشان نقدر ان احنا نشوف التطور بتاع النسيج ده داخل الجسم عامل ازاي وبانه نقيم النسيج الجديد ده ونقدر نعرف اذا كان فيه اي مشكلة في الزرع ده ولا لا كمثال على هندسة الانسيجة الحديثة دلوقتي اول خطوة بيبقى فيها تصوير الجهاز بيتم يتعمل بعد كده نموذج للنسيج اللي احنا عايزين نزرعه داخل الجسم يتبني او يتصمم اطار مناسب للنسيج بناء على النموذج اللي احنا عملناه من التصوير الطبي ويبتدي انه نعد اجزاء الاطار بطرق التصنيع المختلفة ونركبها بعد كده ونزرعها بالخلايا بيبقى في عندنا حاجة زي يعني اطار كده الاطار ده بيزرع داخله الخلايا الجدعية لان هي اكتر خلايا تقدر ان هي تتشكل باشكال مختلفة وتقدر ان هي تتحور عشان تبقى اي نوع من انواع الخلايا اللي احنا بنحتاجها داخل الانسيجة بعد ما يبتدي النمو ده يبقى يعني في حالة نضج نقدر ان احنا بعد كده نزرعه داخل الجسم عشان نلخص الاتجاهات التطوير عموما في التصوير الطبي الحديث احنا متحرك في التصوير الطبي من تصوير تشريحي فقط لتصوير وظيفة وتركيب كيميائي من احنا نحصل على لقطة ساكنة لداخل الجسم بنحصل على متابعة حية يعني اللي ما يحدث داخل الجسم من احنا نشخص من الشكل وبس كده من شكل الصورة ان احنا نشخص من معلومات كمية ورقمية جيلنا من الصورة من احنا نعرض الصورة على افلام وعلى ورق لان احنا نعرضها على وسائل عرض رقمية حاسوبية من احنا نستعمل مواد تباين وغير متخصصة يعني لما نحقنها داخل الجسم بتروح لكل انسيجة الجسم ما هيش متخصصة في انسيجة معينة هنروح لمواد تباين مصممة خصيصا للغرض بتاع التصوير يعني هتروح للمكان المحدد اللي احنا عايزين نصوره بس مش هتلاقيها موجودة في اماكن تاني من احنا بنستعمل تصوير طبي في التشخيص فقط ان احنا نستعمله علشان نشخص ونعالج في نفس الوقت اشكركم احسوا متابعتكم دي نهاية المحاضرة السادسة ونهاية مقرر تقنية تصوير الطبي اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من المعلومات اللي اتكلمنا عليها في المقرر دوت واتمنى نجدكم بداية لقراءات مستقلة في مجال تقنية تصوير الطبي اتمنى لكم التوفيق والى اللقاء في مقرر اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة